اشتركوا في القناة خاصة المرتبطة بالاقتصاد والتطورات الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية وانعكاسات الازمة على المستوى العالمي والوطني بطبيعة الحال اولا تدبير الازمة يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد خاصة الاساسية منها لمختلف المواطنات والمواطنين واعتقد بان في هاد المجال خصنا نرفع كل لبس ونتكلمه بوضوح اليوم الحمد لله لا فيما يخص استيراد الحبوب ولا المواد الطاقية ولا المواد الاساسية اللي كتدخل في اطار بتبعات الحال المشتريات نتعى المقالات المغربية اللي سواء اللي عيادة تصنيع نتعها ولا اللي استعمالها في الصفطات اللي تتعمل عليها وكتشتغل فيها هي متوفرة اكيد ان الاسعار ارتفعت بشكل عام وانا كنت شرحت في مناسبة سابقة في البرلمان على ان غير دخل نتعى الفرات يعني الطرف النسبة نتعى الفرات النقل كتشكل كتر من عشرين في المئة من ثمن السلعة بشكل عام وبما ان الثمن نتعى الفرات تطلع علي ان الطاقة ارتفعت فهذه المواد كتعرف بطبيعة الحال الارتفاع الان بشكل عام وإلى حدود متى شهر ابريل الامور متحكم فيها وهذا يتطلبه مجهود وخاصة معدل تدخل اللي بلغى عندنا حوالي 4.1% في حين ان في دول المنطقة تجاوز 6.7% وفي اوروبا 6.1% وفي العديد من دول العالم انتم تعرفون هذا وهذا كما قلت تطلب سياسة مالية وانقدية في هذا التبوع يومي حتى تبقى مستويات تدخم في محدوديتها وباش تكون الامر واضحة اليوم اللي تنتكلموا على توفير الحبوب تمنتعه السنوي قد يكون 7.3 مليار تمنتعه سياسة مليار واحد في الاخوان نتكلم على العودة انت عن النشاط السياحي الى نشاطه الطبيعي ونتوقع جميعا ان شاء الله انه يكون انتعاش في الصيف خاصة بالعودة انتع المغاربة المقيمة بالخارج فلانه يعني بطريقة استباقية دعمنا القطاع مشي باش يدبر اموراته اليوم يعني في الاكسبلوتاسيون ولكن لاعادة هيكلة الفناديق والمؤسسات السياحية بزوجة المليار تعدره من اللي تنتكلموا على المواد الطاقية علينا ان نعرف الى كانت الاتمان اليوم انتع النقل العمومي بشتة انواعه مستقرة في اتمانها ولم تعرف زيادة تكلف اكتر من 540 مليون درهم شهريا الى كانت منتع القاز بيوتان تاخد المواطن ب40 درهم وتاخد القارورة انتع القاز بيوتان ب40 لان الدولة اليوم في كل القرعة تتخلص 116 درهم هاد الاشكالات كلها غادي تخلي النفقات متع المقصة ترتفع باكتر من 15 مليار درهم خلال هاد السنة باش تفوق 32 مليار درهم ونتمنى صادقين الله سبحانه وتعالى ان الاوضاع تبقى مستقرة وتتحسن في المستقبل القريب لان الغيب ما تعلم به الا الله وهاد المجهود الاضافي انتع 15 مليار باش نرفعه اللبس ونوضعه الكل في نفس الصورة الى ما تم شهر ابريل فكل المجهودات تقمنا بها باش الموارد انتعنا تتحسن لا المباشرة عبر الترائيب ولا الغير المباشرة اللي مرتبطة بالفينانس من انوفان الى غير ذلك وعطتنا كنقول الى حدودي اليوم القدرة على ان نواجه ان شاء الله هذه الاشكالات وهذه الكلفة دون اللجوء الى اي تعديل على القانون المالي اللي صدق عليه البرلمان قبل نهاية السنة وهذا الامر تأكد عبر مؤسستين اولا المؤسسة التنقية اللي حافظت على التنقية متاعنا في عز هذه الازماء وعبر تقارير صندوق النق الدولي اللي اثناء على المجهودات اللي قام بها المغريب وتدبير اللي قام بها المغريب لهذه الامر اذا بشكل عام عندنا واحد النفقات واضحة اللي فيها الزيادة واضحة الدعم للنقل والدعم اللي كان مسبقا لقطاع السياحة والفاتورة انتاع المقاصة عبر استهداف المواد الأساسية لاستهلاك وعندنا الموارد التي تحسنت ونتمنى الله ان هذا التحسن يزيد لان الهدف واننا نواجهه الدروف كلها ونحافظ على الإطار الماكرو اقتصادي لبلادنا وعبره عن السيادة المالية لبلادنا التي تعني استثمار الهوامش وتعني إتاحة الفرصة لتدبير العمومي بأنه ياخذ القرارات اللازمة فيما يخص الحماية الاجتماعية لتكون الأمور أيضا واضحة الحماية الاجتماعية جاءت مع الخطاب منتع السيدنا الله ينصره الذي أعلن فيه بوضوح وبدقة على شنه المفهوم منتع التغطية الاجتماعية وشنه هي الأجندة منتع التطبيق منتعها وشنه من المستهدفين منها والعمال اللي غادي يتم في الخمس سنوات المقبلة التغطية الصحية الإجبارية والسيد الوزير قتم اليوم زوجة المرسيم وبذلك يبلغ عدد المرسيم 22 مرسوم باش تكون كل الفئات يعني من غير الرمد قد شملها أو شملتها هذه التغطية وفي اليوم اللي تنتكلم معكم اليوم بنغى عدد المسجالين كتر من زوجة المليون اللي تنظفوا لهم دوي الحقوق معني تاولادهم ووليدتهم تنوصلون أكثر من ثمانية المليون يعني تجاوزنا سبعين في المئة من هاد الشريحة الاجتماعية الآن واش غادي نضربو لإنجازات أو للمكتسبات للرماد أو لتيسير أو لنساء الرامل أنا أعتقد بأنه الأساس نتع نتع هاد المشروع وكان سيدنا الله ينصروا تحدث عليه بصراحة هو أنه في بلادنا عندنا كتر من مئة مشروع اجتماعي ولكن مطبوع بالتشتت وعدم الفعالية وعدم القدرة على الاستجابة الحقيقية لطلبات أو لطلبات الأساسية المغاربة اللي هم في أمسي الحاجاتي لذلك اللي كانت حدثوا على الأرامل راموندو انطلق المشروع هادي ستاولاس بعد السنوات كانت حدثوا على مئة ألف أرمالهم ومئة وخمسة وسبعين ألف تفل اللي في الحضانة متاعهم تستفدوا من هاد الشي وباش نعطيكم فكرة وتكتمل الرؤية عندنا كتر من سبعين تاع الملايين من تاع الأطفال في التام دروس من سبعات الملايين اليوم تنعونوا مئة وخمسة وسبعين ألف هداوال برنابل بسألة التانية تيصير تيصير بالتعميل منتاعه وبالمستويات منتاع الدعم منتاعه واللي كتعرفوها واللي كتبداء بثمانيين درهم والتفلف الابتدائي كينينفزوش فاصلة خمسة مليون درهم الهدف من التغطية الاجتماعية النشي هو الضرب او التراجع او 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 بالعكس هو اننا نوضع جميع المغاربة بدون استثناء بدون فئوية بدون ما نمشيوا في ذاك المنهاجية اللي مشينا فيها من قبل درنا ثلاث سنين خرجنا المرسوم انتاع القابلات ودرنا عام ونص وخرجنا المرسوم انتاع المروضين الطبيين وكان خصنا عشرين ثلاثين سنة باش ندروا على هاد الفئات كلها اللي هي كتر من حضارة المليون نغيرنا المنهاجية ومن اللي سيدنا الله ينصروا حددنا لاجندة ومشينا بواحد الفعالية مهمة ووصلنا لهذا القضية الآن تعويضات العائلية عيواض ما نقوله يا ودي غادي نمشيوا لهذا الجانب او هاد الجانب اخر جميع المغاربة غادي يستفدوا من نفس التعويضات في نفس الوقت وبنفس القدر وبنفس الشروط بما فيهم الارامي اللي تستفدوا اليوم وبما فيهم البرامج الاجتماعية الاخرى اللي كتعتهم هاد التغطية الاجتماعية البرمجة انتاها كيف قلت لكم في 22 غادي نسلوا التغطية الصحية الاجبارية بطبيعة الحال صحاب الرماد غادي يجيوا ويستفدوا بلا مو بحالنا جميع بحال الصالاري اللي كان اليوم وبحال هادو الاجراء اللي كي يشتغلوا بدون اجراء اللي يتكلم عليهم السيد الوزير اللي شملهم 22 مرسوم وبحال جميع المغاربة يعني او نورا المم سيرفيس اللي مم باني دي سوا بحالك اللي مم دروة او نورا كيف قد تكفل بهم اليوم بور واحد اللي باتي باني هي اللي غادي تلقى الالية باش تلقى الكوتيزاصي متاعهم اللي هي تسعاد المليارتها الدرهام باش يستفدوا بحالهم بحال جميع المغاربة اذا من نسمعتنا هذا النقاش عن اي تراجع نتحدث وعن اي عادة نظر نتحدث انا كنتظر لي بان هذا المشروع انت على التغطية الاجتماعية هو طورة اجتماعية حقيقية في المغاربة لا يستحمل لا يستحمل المزايدات السياسوية ما يقبل بارياحية كبيرة هو العمل مضني في نوكران للدات ووضع المصلحان على خمسة وثلاثين مليون مغربي ومغربية فوق الجميع وفوق كل اعتبار وماللي تنتحدث على الاباوين بطبيعة الحال ما يمكن شيء غادي نجيو الاسرة متاعية وغادي نقولوا يودي الولاد غادي نديروا لهم والاباوين ما كاينينش بطبيعة الحال كاينين وهذه الاباوين اما هم داخلين فات الشريحة اللي تتعني هالمارسين إلا كيمارسوا شيء نشاط عنده الدخل واما غادي يكونوا ديراميديس وغادي تحولوا صورة واضحة وضوح الشمس والبلانينج واضح لخاصة المشروع وانخيارات الجميع حزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة الفرقاء والشركاء الاجتماعيين وخاص المجتمع المدني باش نخليوا بلادنا في نهاية السنة الخامسة انها تنتقل حقيقيا الى مصاف الدول الصعيدة اللي مشات خطوات الى هاد في هاد الاتجاه والأفيد والأكيد من هاد الاجمل في هاد الاصلاح انه قرروا صاحب جلالة نصره الله في العزن تال ازمة كوفيد اللي تبتات لنا احنا يا في المغرب ان التلوتين من المواطنين المغربة رغم كل المجهودات رغم مئات برنامج ماشي غير برنامج دعم الأراميل وتسير مئة كينين رغم ذاك البرامج بيناتنا كوفيد على ان التلوتين تعيشوا في الهشاشة وهذا هو اللي مطلوب اليوم اننا نوضعه قطيعة وهذا اللي زالوكاسيون فاميليال ما غاديش يطلبوا ستمائة مليون تعد درهم اللي تتمشي اليوم الأراميل تطلبوا 14 مليار درهم سنويا هذا هو الاجتغال الحقيقي وهنا اللي مطلوب المجهود وكان اعتقد بانهما لا يختلفوا اتنان عن اهمية البرنامج والاصلاح وخصنا ننشي فيه قدوما جميعا شكرا كان شي سؤال اخرى سمي اه ذو كنا من اللي تحدثت على ما ترأى على خانوا الميزانية وعطيت لكم العرقام ممكن غادي اعطوها لي اول مرة ويبوضوح في المصاريف كين نزوج المليار وتع السياحة وكين المليار اللي تعطى ديجال الترانسبور سيتواصل الى متى القرار بطبيعة الحال بيد الحكومة كل شهر تطلب خمس مئة مليون خمس مئة واربعين بالضبط مليون تعد درهم وكين تطلب كثير من خمستاشر مليار درهم من اللي تجمعوا هاد المصاريف سنلقاوا بانه عندنا اقل من 20 ولي حوالي 20 مليار درهم قلت لكم بان الموارد الحمدلله رغير حتى لما تم شهر ابريل تحقق منها واحد الجزء كبير سنواصل على نفسي المينوين وهنا بغيت نفتح واحد القوس مهم باش نتكلم ونوضح واحد الامر حول 14 مليار 15 18 نتاع الوينو اللي مؤكد واكيد هو ان الاتمنة متاع الكهرباء والماء الصالح للشرب مستقرة ولم تعرف اي ارتفاع ولكن تدبير متاع الوينو كمؤسسة عمومية مستقلة عند الهياكل متاعها عندها الهياكل التدبيرية عندها الكونسير هاد زيادة اللي عرفوا المدخلات متاعها سواء في الشربون سواء في الفيول فهدي امور كتم تدبيرها ومن اللي كتب النتائج السنوية الدولار وهديك المجالس لهالختيار انها تشوفوش تسدي الاكتيف اولا الدير اولا الدير معناه انه لا علاقة لبين مزدوجتين ما تتحمله اليوم المكتب الوطني للكهرباء والماء ما يتحمله من مجهود اضافي للحفاظ على ثمن الكهرباء والماء في الثمن داعوه هذا المجهود الاضافي ما عنده التعلقة بالميزانية العامة وما عنده التعلقة في ذاك الفاتورة الزائدة المصاريف اللي تكلمتلكم عليها هادي ساتين جستيون بوحديتها بحال باقي المؤسسات العمومية بحال الاراب الى طلع الكيروزان هبط هادك ساتين جستيون انتر اولا لوين السايف اولا اولا عندهم ولكن ما عنده مش غير هاد هاد الريسك عنده الريسك انتع تطلعوا المواد الاولية ولكن عنده لزوت رزو بورتونيتيت عنده لزاكتيف انتعوه وعنده لرزارف انتعوه وذلكش والقرار تتخذ الدولة اللي هي بطبيعة الحال الاكسيونير نميرو اه اذا غير هاد الربط في الخطاب بين اننا هذه السنة ردرنا فيها هادي الحبوب تسبعات المليار فاصيلة ثلاثة والغاز واو 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 18 ولا 19 مليار اللي قتلكم ونزيدو الها 14 مليار انتع الشاربون وقد تكونوا اكتر ماشي ما كيناش عند لوينو قد تكونوا اكتر لان ما كانش لي يعلموش غير مش غير يدير الشاربون في نوفمبر وفي ديسام لا علاقته لهذا شي مع هادك شي اللي قتلكم هاد عنده تدبير اخر في اطار مؤسساتين عمومية لها قانونها لها اطارها لها هياكلها تدبيرية اللي غادي تدبر الامر كذلك شكرا انا لها لها نانا لها 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 كما فعلو 30 عامل وشنا للا وإنساز المسيحة مجمع الأعضل من أنظر لكم منظر من الأعضل من المسيحة الكثير من المسيحة لأنني أعتقد أن الأسفل كانت تكون فقط من أكثر من أجد في الأعضل وكما ما هي سبق ذلك لأنها لخمس الأخضر الصور على المترجمات. ولكن لأننا لدينا شعرت بالجأة الصور على الزيو امترجم che أخذ على السرق. لذلك يتعني للحديث في العديد لمدة فرصر على النقطة فيها الكثير من الأعضاء. ولكن من الأمر أبداً على الزيونام على الكثير من الأنين. اشتركوا في القناة